بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك العظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم إمام المحدثين رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوميما في الدارين آمين في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة وضعه الشيخ محمد وآد عبد الباقي المصري القاهري رحمه الله ونفعنا الله بعلومي في الدارين آمين الكتاب السابع والأربعين كتاب العلم والعلم هو ما يدركه العقل يعني يأتي إيه؟ ويقصد بالعلم هو ما كان خفيا بحيث أنك تصل لأمر خفي من خلال محسوس إيه بقى اسمه العلم لكن كل التجارب المعملية دي كلها دي اسمها إيه؟ اسمها معلومات ما اسمهاش علم معلومات لأنها تجربة محسوسة عن تجربة محسوسة عن تجربة لأنها حد ما يختار منها حاجة كله محسوس مرقي لكن العلم في لغة المسلمين هو المقصود الوصول للغيب الغير مرقي من خلال الحس هو ده العلم يعني العلم العميق الاستنباطي يعني إذا نظرت مثلا إلى هذا الكون البديع والترتيب اللي فيه أستنتج من هذا الظاهر اللي أمامي أن من ورائه مدبر حكيم من غير ما شوف أنا المدبر الحكيم يبا استنباطي من خلال رؤيتي للخلق أنه هناك خالق ومن رؤيتي للتدبير أنه هناك مدبر ومن رؤيتي للقهر أنه هناك قاهر هذا الاستنباط من المحسوس إلى الغائب يسمى علم تقيمت إزاي؟ يبقى العلم هو المتعلق بما وراء الطبيعة اللي هو الميتافيزيكس تقيمت إزاي؟ هو ده العلم إنك إنت تستنبط الحكمة من وراء الأشياء والحكمة خفية تقيمت إزاي؟ لكن النظر في الأشياء والتجربة في الأشياء اللي هو العلم الصناعي الحضاري ده اللي بيعمل مدنية ويعمل لك بقى الصناعات المختلفة دي عبارة عن معلومات متراكبة ناتجة عن التجربة البشرية وفي بالك وعلى شك كده ساينس في لغة الإنجليز معناها العلم التجريبي فما ينفعش تخلي علم بالإنجليزي العلم اللي عندنا ده تخليه ساينس ما ينفع لأن العلم التجريبي معناها علم محسوس والعلم عندنا يوصل لمعلوم مجهول غير محسوس غير مرقي فيهم تبقى إزاي؟ ففرق كبير والعلم محتاج لأداة عشان تصل لها هذه الأداة هي المنطق والمنطق معنى التفكير السليم والتفكير السليم يحتاج إلى عقل سليم يبقى العقل هو وسيلة العلم وابتدى العلماء يقولوا هل العقل أفضل ولا العلم فهمت؟ والراجح أن العلم أفضل لأن العقل مكان يظهر في العلم فالمكين تملي أشرف من المكان المكين أشرف من المكان خصوصا أن الله اتصف بالعلم ولم يتصف بالعقل تهمت؟ من صفات ذا إيه؟ عالم عالم الغيب والشهانة مع الشعاقل أبدا تهمت بقى إزاي؟ فلل على أن العلم أفضل لأنه به اتصف الرحمن واخد بقى واشا كده لما العقل قاعد يتناقش مع العلم يقول له أنا أفضل أنا به الرحمن وعرفة فأم العلم يرد عليه قال وأنا به الرحمن واتصف يردوا على بعض بيتصوروا أن العلم ده شخص بيكلم العقل شخص تصور كده يعني فهم؟ فأم لما العقل سمع الكلام ده من العلم وقال له ألاه الرحمن تصف أم أهل إيه؟ أم انصرف معرف أنه نهزم بقى خلال فأم واخده دومه وانصرف ما قال ليش إيه؟ ما ليش أنا إيه إقامة في هذا المكان كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القرآن إيه هو المتشابه في القرآن؟ هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معاني ويكون هذه المعاني بعضها تكون غير مرادة ويكون أحدها هو المراد فيحصل نوع من التشابه فقيمت إزاي؟ ففي ناس بقى كل شغلية تطلع المتشابه ده وعايزة تلزم الناس بالمعنى اللي بزهنها بس وهو يحتمل معاني كثير يبقى ده ضلالي في قلبه زيه لأنه ليتبع المتشابه المفروض اللي بيح... الآيات المتشابهة أو الألفاظ المتشابهة اللي تحتمل أكثر من معنى أحملها على المحكم مش أعمل محكم على المتشابه تقيمت بقى إزاي؟ لأنه بيقولك فيه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات العالم يحمل المتشابه على المحكمة طيب واللي في قلبه زيغ يعمل إيه؟ يحمل المتشابه هو الأصل وأخي بقى إكبالا ينزل للمحكمة حديث عائشة الحديث الخامس بعد السبعمائة والألف حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب والآيات المحكمات اللي هل اختلف فيه الناس تسمع كده كل فعين معنى وأخرى متشابهات تحتمل معاني كثيرة بل المتشابه والذي يحتمل معاني كثير فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا قلو الألباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ومن المتبعين المتشابه الآن في زماننا ده الوهبي عشان نحط نقطع الحروف ونعرف هو ليه خلفوا أهل السنة والجماعة أنهم اتبعوا المتشابه وظنوا أن المتشابه له معنى معين ظاهر في أزهانهم يخالف المحكم فشبهوا الله وجسموه فإن المحكم ليس كمثلي شيء فهمت إزاي لم يكن له كفوا أهل هو للمحكم لا تدركوا الأبصار ويدركوا الأبصار وهو اللطيف الخبيب هم بقى لا عايزين يدركوا ذات الله لقدين لصوابع لرجلين قاعد كده عمل كده قاعدين طول النهار يكلفوا في كتب يكتبوا فيها الكلام الفرغ بتاعه فهمت بقى إزاي اللي بيتبعوا المتشابه الآن في زماننا هم اسموهم إيه وهابية أقول لك أسماء واحد واحد وأرقام بتاعتهم وعنوين بيوتهم طيب معروفين وقنواتهم معروفة حتى تبقى إزاي فاحذرهم احذرهم لإيه ليخلطوا عليك عقب تبقى فإذا رأيت شوف قال رسول الله فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله يعني في قلوبهم زير فاحذرهم حديث جندب 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 يعني أجوز بتسليس الدال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن ما اقتلفت علي قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه يعني إيه يعني طول ما احنا متفقين على المعاني قاعدين احنا ابن الكلب طب اختلفنا نعمل ايه نرجع بقى لحديث النبي نرجع للإجماع يبقى عندنا حاجة نرجع لها مش نسيب أهوانا هي اللي تحكم واختياراتنا هشكل عندنا ايه أمور عند الترجيح نرجع للإجماع نرجع لأصل اللغة نرجع لأصل عقائد المسلمين وهكذا نرجع لسنة النبي لأن من وراء كل آية في حديث عن النبي بيبين معاني فهمت بقى ازاي يبقى لو لقينا الناس هتقعد تدرب القرآن بعض وبعض ويختلفوا قوم بقى دول مش علما طب والعلم يعملوا ايه عندهم وسائل ترجيح عندهم علم يعرف في رجح عندهم علم في اللغة عندهم علم في الحديث عندهم علم في عقائد أصول المسلمين عندهم علم في التفكير المنطقي السليم ومقالات ما يقولوا إلي هذا الفكر فهمت ازاي وبالتالي دول عندهم وسائل للترجيح فدول يجلس معاهم طب امتى تقوم وتترك لما يبقى قاعدين يضربوا القرآن بعض وبعض وقاعدين يعقوا أول ما تلاقي عد سلام عليكم أعرض عن الجاهلين فهم باب في الألد الخصم والألد اللي هو شديد العداوة والخصم اللي هو شديد الخصومة حديث عائشة رضي الله عنه عنها رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم يعني يكون واحد سهل الغضب صعب الإرضاء يحب الانتقام هو ده بقى الألد الخصم أقل حاجة تغضبه وتحاول تصالحه لا ينصالح ولا يعفو عنك وإذا تمكن انتقام منك هو ده الألد الخصم النوعية دي دي أبغض هم دول أهل النار في الدنيا اللي تشوفه كده ده من أهل النار مش هيصلح يدخل الجنة حتى لو كان مؤمن وحب زكرة لازم يعدي على النار عشان إيه هذه الخصومة اللي في قلبه والغل اللي في قلبه ده يزيد تزيله النار حتى يصلح إنه يبقى من أهل الجنة لأن الجنة ما عندهمش غل في قلوبه تقيمت بقى إزاي إنه أبغض الرجال وإنش مقصود الرجال للذكور هنا يعني المكلفين لأن في من الإنس أيضا كده في من النساء كده تصالحها ما تصالحش وتزعل بدون ما تشعر تيجي تقول كلمة ما تقصدش انت معناها تقول ليه انت قصدت كذلك وتقلبها نكد يا بنت ما كنتش قصدي ده أنا قصدي حاجة تانية لا انت شو في عينيك وتعيد وتزيد لحد في الآخر ما تتطلق نبطل بعد حاجة يعني ممكن يصدره من المرأة ويصدره من الرجل لذيه العدوة والخزنة إن أبغض الرجال إلى الله الألد والخصم حديث أبي سعيد باب اتباع سنن اليهود والنصارى سنن يعني طريقة أو سنن تنفع كمان فالسنة هي الطريقة المتبعة والسنن هو الطريق نفسه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالوقت يا عاديمي إيه؟ يعني بيروجه الوقت للزواج المثلي وإن دي حاجة محترمة إيه المشكلة يا أخ لما المرأة تستمتع بمرأة ورجل يستمتع برجل وإيه يعني وإيه تزوجه كمان عادين كمان إيه بيسوغها لك ودي ميول بشرية ما فيش داعي إنك أنت تقاومها وطالما ربنا خلقها فيها يبقى ليه ربنا يعقبني وإيه؟ وعادين شوف 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 جحور ضب يدخلك في ظلمة من ظلمة لظلمة 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 حد لقى نفسك ضعك معهم فهمت بقى إزاي؟ فناخد بالنا من الحكاية دي قال لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشب وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب انتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ يعني من غيرهم؟ وهم مرود باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا دي كل دي من أشرات الساعة علامات يعني يرفع العلم بقبض العلمة الكتب موجودة والمناهج موجودة بس من اللي يدرسها؟ من اللي يفاهمها للناس؟ اللي فاهمين يموتوا فايت بقى شوية إيه؟ شوية وهابية جاهلة قاعدين يقولوا كلام من الكتب غير مفهوم هم مش فاهمينه أصلا وفاهمينه على خلاف مراد الله منهم فاهمت إزاي؟ ويعبدوا لهم الأئمة فوليهم القنوات اللي ينشروا بيها أفكارهم فاهمت إزاي؟ ما دي من ضمن علامة رفع العلم في آخر الزمان ظهورها دي الطواقف واعتلاءها للمنابر فاهمت؟ يبقى أن يرفع العلم ويثبت الجهل يبقى الجهل هو اللي ثابت في نفوس الناس مش العلم بقى فاهمت إزاي؟ ويشرب الخمر يعني ينتشر ويبقى أسماء كتير أسماء كتير كل يوم يطلعوا لك أسماء جديدة لحاجات تذكر وتؤثر على الناس ويظهر الزنا وده ما فيش أظهر منه دي بقى والوقتي على تون حتى في الشوارع والوقتي حتى الناس الراجل نفسه اللي متزوج ينشر علاقته الزوجية مع زوجته على مقاطع علشان يجيب فلوس من كسرة المشاهد يعني بقى حتى الزواج حولوه إلى زنا بسبب إيه؟ بسبب إنه هو عايز ينشره ويبين مفاتن زوجته للناس علشان يجيب إيه؟ مشاهدات أكتر يومي يبقى فلوس يعني بيبيع عرضه من أجل إيه المال وده مشاهد وموجود حديث أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل هو الهرج في لغة العرب معنى الفوضى أصلا فالنبي فاستره بمعنى القتل لأن الفوضى تؤدي إلى القتل يعني فاستره بما يقول إليه وإن كان الهرج في لغة الحبشة معنى القتل يبقى كلمة الهرج عند الحبشة هي القتل في لغته والهرج عند العرب هو الفوضى المفضية إلى القتل فيم؟ وإحنا قلنا إيه؟ كانوا يقول لك إيه؟ الفوضى الخلاق كأنهم بيحققوا حديث النبي الفوضى الخلاق وعمر ما الفوضى تبقى خلاق هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكسر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو يعني يعني إيه هو الهرج أيما هو قال القتل القتل متلواتي عندما تتفرج على الأخبار كل الأخبار لو قعدوا يتكلموا نص ساعة طول نص ساعة بينقل لك قتل ناس بجميع العالم ده أتل داودة أتل داودة حرب هنا وده حربين القتل بقى منتج ما بقاش فيه سلام يتقارب الزمان العلماء بتوع زمان مكنوش فاهمين يعني يتقارب الزمان يعني يقولك يعني اليوم يبقى مفوش بركة قالوا كده تنزع البركة لا تقارب الزمان هنا يعني ما نتقارب الأماكن لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في عصره كان يعتبر المسافة بالزمن يقولك بيننا وبينهم أربعين ليلة تفهمت إزاي؟ يعني معين بين وبين دي مسافة يوم يعبر عنها بالزمن يعني عشان توصل للمسافة دي بتوصلها في أربعين ليلة تفهمت إزاي؟ أو أربعين يوما سفر يبقى تقارب الزمان معنى إيه؟ يعني ما يقطع في أزمان طويلة من مسافات في زمانهم يقطع الآن في إيه؟ في ساعات قليلة أو في لحظات يعني أنت الوقتي في زماننا ده ممكن تسحى الصرحة تصلي الفجر تركب الطيارة تروح تعمل العمرة وقعدين بعد العصر تركب الطيارة تيجي تصلي العيشة هنا طيب أيام جدي وجدك كانوا يعملوا إيه؟ يركب الجمل ويفضل بقى يعمل كده في الجمل شهر شهر على ما يوصل يقل المكة يعمل العمرة يركب الجمل شهري تاني ويرجع بعد ستين يوم يقول لك أنا رحت عملت عمرة وجه الوقتي ممكن إيه؟ يصلي معاك الفجر ويصلي معاك العيشة يقول لك أنا عملت العمرة وجيت وزورة النبي كمان قادي تقارب الزمان يعني تقارب الأماكن بسبب سرعة الانتقال سرعة الانتقال فاللي تعمله في يوم كان جدك يعمله في شهرين ثلاثة من مسافات وده واقع معاك فهم؟ وعشان كده لما بيتقارب الزمان ده والمسافات العشار تعطر ما بينيش نركب جمل خلاص نركب وسائل أخرى عشان كده يقول عشارة وعطلت فبقى الجمال الوقت وقفة في ايه؟ شغالة مستنية تبتاكل بس مع أن الجمال زمان كده عربية النقل وهي الكتارات وهي وسائل الانتقال الوقت عطلت عن هذا أصبحت تصبح وذوكل بس وخلاص دي شغلتها فربنا بيقول ايه؟ والعشارة عطلت والوحوش حشرت والوحوش تجمعوها من كل حتة وعملوا إيه حدائق الحيوان في كل حتة فكل العلامات بينيه ماشي فهمت بقى ازاي؟ يبقى يتقارب الزمان يعني معناه ايه؟ يصير العالم كلك القرية الوحيدة تبقى قاعد كده في بيتك هنا في المؤطم تفتح التليفزيون أو النت أو أي حاجة تعرف كل اللي بيحصل دلوقتي في جميع انحاء العالم مش ده تقارب زمان؟ وينقصوا العمل عملك يقل بقى ما انت طول النهار قاعد بتشفتها على الواتس وتشتغل مش عارفها على بتاع وتعبلي بالساعتين ثلاثة على الفيسبوك فيقل عملك الساعتين دول لو وعدتهم على القرآن كان زمانك حافظوا القرآن من زمان لو كل يوم بتقعد ساعتين على القرآن لمدة سنوات هتلاقي نفسهم من حفاظ القرآن لكن انت لا انت عندك ورد يومي ست ساعات على النت طب وحتجب لي بعد كده تقول وردك امتى وتروح كليتك امتى وتذاكر امتى وتسعى الطلب ايه الرزق امتى فيقل العمل بسبب كسرة المشاغل والتشويشات وده واقع موجود وينقص العمل ويلقى الشح يبقى ايه البخل يعني هاتلي كده الاغنياء اللي عندهم مليارات بيطلعوا زكاة مالهم مزبوط ولا لا ده هو بيتكووم له كده كبشة يبقى عنده مليارات زكاة ماله مثلا عشرين تلاتين مليون يطلع مئة الف ويقول لك انا كده بزكاة وهي زكاة اصلا مئة مليون يبقى يلقى الشح طالما يلقى الشح يكسر الفكر واشا كده اللي بيموتوا من الجوع يوميا اكتر من اللي بيموتوا بالامراض بما فيها الكورونا اللي عادين يرعبوا نار يعني بيموتوا من الجوع يوميا اكثر كثيرا من اللي بيموتوا من السرطان والجلطة وحوادث الطرق وايه والامراض المعدية بمجموعة كل يوم شوف كل يوم كده اجمع لي كده اللي ماتوا بسبب امراض واجمع لي اللي ماتوا على مستوى الكورة الارضية كلها من الجوع هتلاقي اضعاف اللي ماتوا من الامراض ماتوا من الجوع وقومة كانوا السلام اصلا طب والجوع ده انتشر ليه لان انتشر الشح عند الاغنية ولا يجوع جائع الا بتخمة غني في كلام النبي واقع وعيشين وتظهر الفتن كل يوم يطلع لك ايه اخبار كده تصرف الناس عندنا يشككوا الناس في القرآن ويشككوا الناس في السنة ويشككوا الناس في النبي حتى ويشككوا الناس حتى في خالقهم ويقولك مفيش خالق ويقولوا كل حاجة ويكسروا الهرج القتال بقى والحروب في كل مكان والقتل في كل مكان على مستوى الافراد وعلى مستوى الدول قالوا يا رسول الله اي يوم هو قال القتل والقتل حديث عبدالله ابن عمر بن العاصر رضي الله عنهما قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا يعني ربنا ما يقبضش العلم كده فجأة كده ينتزعوا بحيث ان كده تلاقي العلم اللي في قلبك كده عملت كده فقلبك بقى لا مش هاهم مش كده او تلاقي مسلا العلم قدامك في الكتاب فجأة الصفحة بقتبيضة فقاش فيها كلام مش هاهم كده ده يقبض العلم ده يقبض العلم لان العلم هو الفهم الصحيح مش المعلومات العلم هو الفهم الصحيح المستنير فهمت طيب اللي فاهمين دول لما يموتوا مين حيفاهم ما فيه حد يفاه يوم ينتشر الجه والكتب موجودة والمناهج موجودة لكن الجهل منتشف في قيمت بقى يبقى ان الله لا يقبض العلم انتزاعا يعني ايه يعني فجأة كده ينتزعوه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلمة بالتدريج بالتدريج جيل عن جيل يموت جيل فوس لا ينتشر الجهل كده جيل وراء جيل حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة وهابية ما واصبحت الوهابية دي رمز للجهل بالدين ده رمز اي واحد بقى جهل بالدين ممكن تقول ايه وهابي ماشي حتى لو هو مش متوهب اصلا زي بقى اصبحت رمز كده يعني زي ما تقولي علامة كده علامة من العلامات يقول لك فيه علامات تجارية فحق الوهابية بيعوا العلامة التجارية بتاعتهم هي علشان اصبحوا هم رمز لعلامة الجهل فبقيت علامة تجارية كبيرة اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فافتوا بغير علم عندهم قنوات طول النهار عادين يتسئلوا يجاووا وتسئلوا يجاووا واخر بقى وتيجي ايه تسمع الاجابات وتسمع الاسئلة يعني خلاص يا كد تنفجر ايه عقلك من شدة الجهل فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وصدق رسول الله كأنه ما زال يعيش معنا وهو بالفعل يعيش معنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما نحن فيه وكده نكون انتقين من كتاب العلم وغدا نقرأ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حظا عظيما من التوبة والاستغفار والذكر ويقبلنا عنده من الصالحين بجاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد صد اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما شكرا